أظهر تقرير لبنك الاستثمار الأوروبي أن الجميع الأموال تقريباً التي أنفقت حتى الآن في إطار خطة استثمارات الاتحاد الأوروبي والمقدرة بـ 315 مليار يورو قد اتجهت إلى أغنى 15 دولة في الاتحاد بدلاً من 13 دولة الأفقري في الاتحاد وحققت إيطاليا وإسبانيا أكبر استفادة من تمويل مشروعات البنية التحتية والابتكارات إلى جانب بريطانيا وقال بنك الاستثمار الأوروبي في تقرير عن الخطط التي يشارك في تمويلها إن البرنامج البالغ مدته حوالى ثلاث سنوات اشتذب استثمارات تجاوزت المئة مليار يورو بنهاية حزيران يونيو بعد عام من إطلاقها وهو ما يعادل ثلث المخطط لها